أسألك على موضوعين يهم مجمعين الكورة بقى مش بس الانتخابات نادي الزبالك موضوع أحمد فتوح وموضوع زيزو فتوح بس أسألهم لك بصغطك انت بشغلة كنت هيجي لك حد يقول لك يا دكتور حسام يا أمين الصندوق احنا عايزين لفتوح مقدم تعاقد كذا وعقد كذا تقول لأ أنا ما أقدرش كنادي ولا تقول إنه الأرقام مفتوحة لأي واحد من نجوم الفريق عشان طبعا كلنا سمعنا الأقبار اللي بتتداول هو على فكرة أن الأرقام اللي وصلتلي ما بعتبرهاش كبيرة من فتوحة ما مش منه شخصين يعني طوان وصلتلي من وسطاء يعني المفوضين معاي يعني أو اللي بيتكلموا معاي يعني أنا سألت كده عاوز أعرف كده فقالوا لي فيه القزة وكذا وكذا فرق عقد كان معمول له بكده يعني بسيط فعاوز برضو الرجل ياخد عقد زي زملائه فلوس مستحقات لي يعني أرى أن اللي طلبه اللي طلبه ليه هو يستحقحي أكتر من كه فتوح نجم كبير جدا 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 ولكن وأنا برضو واثق جدا من زمل كوياته وواثق أنه لما يتقعد معاه هنعرف نوصل لصيغة كويسة جدا 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 ويستمر في النادي أنت حارك حطيت اختيارين اتنين أنا بقول فيه اختيار ثالث نعود مع بعض ونتكلم أنت حطيت إيه يا إما فيه فلوس زي ما أنتوا عايزين ونفش حاجة في أي مؤسسة برضو يا إما لا ما عنديش لا أملك برضو بشكاة برضو صحيح إحنا المفروض بنعود مع الناس تقديرا لمكانتهم وفي نفس الوقت بنعود بقدراتنا بقى للتفاوضية عشان نوصل بس أهم حاجة تكون إيه إنت وإنت أهل لأنت تكون محطة هدف إنت عايز ولا مش عايز اللاعب ده لو عايز اللاعب ده قعد بقى تفاوض وفي المقابل هو أنت تبع عارف أنه عايزك ولا مش عايزك برافو عليه وفي الغالب اللاعب لما يشعر بتمسك النادي به حقيب ينصف الآخر للنادي ويه برضو برضو اتشافت قبل كده سمعت كم مرة فيه اللعيبة في نازة مالك موضين على بيض كتير سمعت في الفترة اللي احنا برضو ما تكلم عن كل موضين فيها عشان كنت شاها في الفترة دي مش معنى كان دي أحلى فترة في العالم يعني برضو عشان الناس ما تترجمش كلامي إن أنا هتكامعة تجربتك تجربتي آه فيها يعني ويمكن برضو شفت تجربة زمان 2001 أيام الوالد لما كان أمين سندون هذا زمالك شفت هذه التجربة وقديين الانتصارات اللي كانوا فيها يعني كان حازم طبعا كان حازم بقى كبير بقى كان دايما يقول لي الفترة دي احنا كل ما نخش دي يقول لي يا غابة رابعة ده فيه مكافآت كان مكافآت مكافآت ليه كان الفترة الانتصارات حقيقة عظيمة جدا يعني وبرضو النادي ما كانش يعني ماليا فضيع قوي ولكن أنا بتكلم ان كان فيه كل الانتصارات بتستوفى كلها المرتبات في موعدها المستحقات في موعدها هو ده اللي بيحدث ثقة يعني